بسم الله الرحمن الرحيم وزاي نفرق بين المراحقة والبلوغ عشان كده الفقرة دي يمكن أول مرة نتناول هذا الموضوع لأن الموضوع ده يهم جدا كل بيت وكل فرد وفرد الأسرة وزاي نتعاول معها الفقرة الأولية بتعادتنا الفقرة السبتة اللي احنا معنا كل أسبوع وهي فقرة الكابسولة وعشان كده يسعدني وسعدكم أن يكون ضيفنا ضيفكم النهاردة دكتور محمد راشد الشارع الحسنية والمناعة محمد صباح الفول عليك صباح النور يا دكتور عليك الحمد لله تمام ربنا فكرك احنا الحالة اللي فاتت كنا وقفنا عند تأسيمة الأمراض المعادية تمام ونت انت عايز أنا فاكر كويس عايز تكمل ونت لك لا خليها للحالة اللي جاية تمام عشان الناس تبتدي تستنى ونعرف ايه تأسيمة الأمراض المعادية هو الواحد بيخاف منك لأنك انت مركز جدا فت يعني حتى لوحد يبقى مجاهز حاجة بص الله دخلنا في حتة تانية معلش هوا خلي بالك هسنا هي المواضيع دايما يعني احنا هو الكلام بيجي باره صحيح وإحنا ههمنا المعلومة توصل للمشاهد صحيح بصرف النظر عن ازاي اللي بتوصل بها بس هم المعلومة توصل صحيح بالنسبة للموضوع تأسيم الأمراض المعادية احنا يعني هي التأسيم له علاقة بطريقة انتقاله أو وسيلة انتقاله يعني دي على هذا الاساس تم تأسيم الأمراض المعادية على وسيلة الانتقال فاحنا عندنا مثلا أمراض معادية بتنتقل عن طريق الهوا زي مثلا الحزبة الحزبة الألماني الديفترية السعال الديكي النكاف البرد الانفلونزا كل ده بينتقل عن طريق الهوا اه طبعا الدارة الرئوي الالتهاب الرئوي يبقى ده كده دي مجموعة أمراض بين قصين بتنتقل عن طريق الهوا تمام دي رقم واحد أمراض معادية رقم اتنين أمراض ممكن تنتقل عن طريق الأكل والشرب طبعا الشهير قوي واللي احنا عارفينه بسبق أطفالنا واللي هو الالتهاب بالكبد الفيروسي ايه عندك حضرتك الديزونتيريا سواء كانت بكتيرية ليه البسيلس او او كانت اميبية تمام عندك شلال الأطفال عندك الكوليرا دي كاملات بتنتقل عن طريق الأكل والشرب دي برضوك أمراض معادية نوع تالت من الأمراض المعادية بينتقل عن طريق الحشرات او بيسمون وقل الأمراض زي حمى الدنك او حمى الدنك اه والحمى الصفراء دي أمراض برضوك بتنتقل عن طريق الحشرات النوع الرابع بينتقل عن طريق الملامسة زي الإيدز زي الزهري زي السيلان طبعا زي برضوك ده الكلب أوريبس دي مجموعة من الأمراض اللي ممكن تنتقل عن طريق التلاوس نحن كده فيه عندنا أربع تقسيمات لأمراض المعادية بناء على عمال بناء على وسيلة الانتقاك عن طريق الجلد والهواء والنفس عن طريق الهواء والملامسة والملامسة بشكل جلد بالملامسة عن طريق الحشرات وعن طريق الأكل والشرب دي أربع الرأسيين هل يبدأ النهاردة نتكلم على نوع أنا أول نوع من الأنواع اللي ممكن تنتقل عن طريق الحواء العدوى أو مرض معضي بينتقل عن طريق الحواء وهو الجدير المائي الجدير المائي الجدير المائي دي أول نوع من الأمراض المعضية اللي بينتقل عن طريق الحواء طبعا ده اللي هو باللغة الإنجليزية chicken box أنا عاز بس أقولك على حاجة بالنسبة للجدير المائي عاز أشكرك أن أنت اخترت النهاردة ونقول حالة بتاعتنا الجدير المائي لأن حسب معلوماتي وحيتأكد لي أو انفيلي أن دائما في شهر 2 و 3 اللي هي الانتقام من فصل الشيطة للربيع هذا المرض بيبقى منتشر صحيح ده كلام مزبوط يعني هنعتبر النهاردة الحلقة هي حلقة وقائية صحيح نعايزين كل بيت يبتدي ياخد الاحتياطات بتاعته صحيح علشان لا يصاب وخاصة وانا حسب ما نبرته أنه هو مرتبط بسن صحيح يعني ممكن صحي كده صحيح فكويس أنه إحنا نبتدي البرو أكتيفت أنه إحنا نبقى نستعد الحادث قبل وقوعه هنتكلم النهاردة على الجدير الماء إحنا دلوقتي حضرتك بنستعد بالفعل زي ما حدرتك بتقول إحنا كده عندنا فترة شيتة موجودة لسه مستمرية وجود درجة حرارة منخفضة جدا بيسمح من الانتقال العدوى وكمان بعد نص اثنين هليبقى في العودة للمدارس مرة أخرى وأطفالنا والحضانات وهذا الجمع الكبير من الأطفال بيوم موجودين مع بعض خلينا نرجع تاني ونقول أن الجدير الماء هو مرض معدي شديد العدوى جدا شديد العدوى بيسبب طفح أو حكة في الجلد تمام دي أول حاجة المسبب حدنا المرة الفاتتة يعني تنظيمة كده الأمراض المعادية أن في طريق تنقل وفي مسبب وكذا كذا المسبب هو فيروس الجديري الماء ده المسبب بتاعه طرق الانتقال بتاعه طرق الانتقال يئمة بشكل مباشر عن طريق الرزاز أو عن طريق الملامسة المباشر عن طريق الملامسة المباشرة دي طريقة مباشرة للنقل العدوى فيه غير مباشر اللي هو عن طريق الرزاز بقى عصنا الكلام ده مو كنينل أو الرشح أو العطس أو الكلام ده كله وكذلك برضو عن طريق المواد الملوثة طيب عايزين بس نقول حتى كده عن عشان الناس برضوك تعرف يعني مدى خطورة هذا المرض ده في 2013 كان فيه حوالي 140 مليون فرد حوالي العنم مصابين بهذا المرض 100 وكم 140 مليون فرد في 2013 طبعا احنا بنتكلم على حاجة بش قليلة طبعا اتعالى في الوقت ده قالك يعني معدل الناس اللي بتتولد هم نفسهم قد المعدل الناس اللي بتتصاب بتتصاب في 2013 في 2015 تم تسجيل 6400 حالة وفاة بسبب الجدير الماء بسبب الجدير الماء احنا بنتكلم في كلام مش حاجة بسيطة جدا في 1990 طبعا ده قل من 9800 قل من 9800 طبعا طبعا دي كانت اعداد كبيرة جدا لغاية ما وصل بقى ليه اللي هو التحسين او اليميونيزيشن او عملية التطعيم بقى ايوه طبعا ده قلت الاعداد ده بشكل كبير جدا برضو عشان الناس تبقى عارفة ايه هو الجدير الماء طبعا ده بيبقى اكتر اوقات الانتشار بتاعه في فصل الربيع وفصل الشتاء وبيقول في الاطفال اكتر حاجة في الاطفال اقل من 10 سنين هل البلاغين معرضين اه البلاغين معرض طالما لم يحدث لها الاصابة من قبل لكن احنا عندنا ميزة في هذا طب شكله ايه طب شكله ايه اللي بيبدأ ازاي بيبقى حضرتك بادي عبارة عن فقعات الاول تبقى فقعات هذه الفقعات طبعا بيبقانونها احمر محمر هذه الفقعات بتتميلي سوائل بتتميلي سوائل وبعد فترة بتكون اشرة الاشرة دي بتبقى معدية وبتبدأ الاول من الجزع كده وبعدين تطلع على فوق يعني فوق بتوصل الوجه وبعدين بيكون تخطي هي الاشتر دي بالنسبة للانسان المريض بتبقى اخر مرحلة في المرض؟ بتبقى اخر مرحلة في المرض؟ وبعدين تحاول حاجة مع حويصالة اللي هي بقى تجمع السوائل والسوائل دي بتنزل ممكن في المرحلتين دول ممكن ما يحصلش فيه من النقل العدوى لكن النقل العدوى ممكن يحصل من مرحلة اللي هي اللي هي التقشر دي تبقى ساعتها ممكن تحصل العدوى تمام؟ ده بالنسبة لي شكله طيب احنا حضرتك النهاردة احنا مين اللي اكثر عرضة؟ اكثر عرضة للاصابة طبعا عندنا الاطفال عندنا الناس اللي هم منعتهم بتكون ضعيفة جدا عندنا كبار السن عندنا الناس اللي طيب اللي طبعا بياخدوا حاجات أدوية يعني الفاسترودات اللي هي بتهبط شوية يعني شكل نجاز المناع طبعا هل في مضاعفات بتحصل؟ طبعا في مضاعفات بتحصل هو الأول حضرتك بيبدأ بهذا المشهد لكن امتى ممكن تحصل مضاعفات؟ حضرتك في بعض الحالات في بعض الحالات بعد ما بيخف ويتختفي الأعراض خالص أو المنظر اللي احنا اتكلمنا عليه ده ممكن بيروح لي يقعد في بعض الخلايا العصبية الخلايا العصبية ويحصل بقى لما يحصل عادة تاني نتيجة مثلا الجاز المناعي هبط أو 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 يعمل حاجة اسمها الهزب السنستر اللي هو اللي بيسموه متعرف عليه الحزام الناري اللي هو بيساب طبعا كلنا عارفين ايه هو الحزام الناري الحزام الناري بينتق منه لا خلينا بقى أقول لك الحاجة احنا الحزام الناري جبت سيرة الحزام الناري دلوقتي وحرج جبت اتكلمنا في الجدير المائي صح؟ ايه الجدير المائي فيه شوية تأسيل عزيز اللي هاملك بس الوقت ده هامنا عايز أسأل جهود الدولة في محاربة الجدير المائي ليه الجدير المائي بيصيب الإنسان مرة واحدة؟ ليه الجدير المائي؟ هل هو مرض مؤلئ ولا مش مؤلئ؟ ازاي نحمي نفسينا من قصة الجدير المائي؟ بس كل ده يبقى امتى؟ الجمعة الجاية دكتور محمد رشد عزيز أشكرك على المعلومات القائمة اللي بتدهيني كل أسبوع وبالنيابة عنكم بشكر دكتور محمد رشد الشاري الحسية والمناعة والمشاري العلم للبرنامج وانا عن نفسي كل جمعة بشكره لانا فعلا بيضيف لي معلومة جديدة خلينا بقى نشوف الفقرة التانية النهاردة فقرة بتهم كل بيت وهي الصحة النفسية والمرقعة فاصل